كورة الهد انت من جواك راضي باللي انت عملته ولا كان في ذيه انك ممكن تعمل حاجة كده او كنت متفكر نتحقق حاجات ما صافكش الوقت منك تحققها ما هي الحاجة الوحيدة اللي كنت نفسي العابة معنادي الاهلي هي بتوطلع على للأندية وكان عندنا وكان عندنا معنادي اي راح كورة اي ماشي معه برضو واكلها كورة وبيروح عندبول لكن احنا احنا كنا نقدر في الوقت ده نكسى بتوطلع على مندية والله اه بس جلنا جلنا فرصة بس دوطل حاصل بصفقة تعارضت مع منتخب مصر رفض منتخب اولى منتخب اولى وانتهى الموضوع ما سافرناش بس اي بطولة لعبناها كان الفارق من النادي الاهلي واي نادي ويعاك من 10-15 جول ما كوليش بتكسب بطولة على الحرق رق نعم الفرقة دي الازم اقول موقف مهم جدا في المانيا 96 سافرنا منتخب النادي الاهلي سافرنا 96 معسكر في المانيا نعم كانت الجمال الشامس وديل فاني وسامح عبد الوارس لو الناس بس ترجع للزاكرة 95 في ايسلندا جايب 15 رجوع في مطش واحد نعم نزلنا بطار المانيا بص يا كابتن شو ماخر مسلا نزل المطار سامح عبد الوارس ده والله انا بحلم بالله سادر نزلنا المطار المالي كلها بتصار معاه الفرقة الوحيدة اللي يروح مصر وده السنة الوحيدة بقولها او او امر كنا بناخد فلوس على كل مطش لعيبة بيدونا فلوس هناك عشان نلعب بطشاط باسم لعيبة المنطقة بمصر كنا 12 لعيبة بتقايل تقيم جدا في العالم والناس بتاع زمدة وهدايا وتجرافات لازم تمضي لا 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 المطولة دي يعني الناس كتحس بيكو يعني جدا في المانيا كان حاسين بينا في وصل وكنش حاسين بينا يا حاولي لا طيب انت لما اخدت قرار الاعتزال كل واحد اما بيجي اخو قرار الاعتزال كلنا مررنا بالمرحلة دي هشتغل مدرب ولا هشتغل اداري ولا هاخد طريق تاني طريق اعلام ولا هشو اروح الشغل بتاع الشغل الخاص بتاعي انت ايه اللي فكرت بعد ماتش الاعتزال احيانا الواحد في عنده شوية شوشرة كده انا هعمل ايه عندي طريقين عندي طريق اللي انا انحل فنية كانت صعب عليها شوية شايف المدرمين المدرمين الفنين بتوعب يتضغطوا كابتن الفي كابتن عاصب السعدالي كابتن محمد رحمة الله عليه كابتن جمال انزي كانت بتضغط عصبيا بجد انت كنت تحسس بيهم اه طبعا اه طبعا لا بيتضغطوا لو لما اللعي ما بلعبش كويس انت هو بيتضغط هول يكون السبب طبعا وفي افكر في الموضوع الناحة بقى الادارية هي نحية تنظيمية قبل الناحة الفنية ازاي تقاهب اللعيبة دي اللي احسن طريق يكونوا متواجدين فيه وفي نفس الوقت يبقى دي حال فنية يبقى انت بس تتوجدك جهة الملحب ما انت عاوز اللعيب جاهز بازا اه فانا كان عندي دي اه وكان عندي حاجة اعلامية هتأم الكابتنة بتاعتك اه بزا طبعا اكيد اه وكان عندي حاجة عايز المجال الاعلامي الناس تبص للالعاب التانية بشكل مختلف اه فاتجهت اول ما خلصت كان لسه الانتريد طالع عملت ويب سايتل نفسي مم كان اسمه ويجي بتانبول كنت بكلم ودريم فنين واخد رأيهم في الماتش والمكسب وانا كنت باكتل دي كان لسه حاجة جديدة بالنسبة لانت بول طبعا كان لسه حاجة جديدة عاملوها بعد كده اشتغلت في المجال الاعلامي بدأت في المجال الاعلامي معلق رحت اخدت دورة تعليق اه طبعا تعليق وبعد كده اخدت دورة في المقدمين البرامج وبعد كده اشتغلت اشتغلت في دريم مع كابتن شوبير واشتغلت في قربة وانا عايب ان شوبير ساعدك اوي في الحتة دي كابتن شوبير بصراحة شديدة يعني حد جميل اوي اوي وبجد لا بيساعد بيحاول بيساعد بيساعد ناس كتيرة بص يا كابتن اللي انا شفت من كابتن احمد شوبير في حياتي نعم لو رفع التليفون علي وانا حاجة بيعلاج بصراحة بنتوصلتين للنقطة مهمة جدا هنا عشان بعض الناس واخدت كلام علينا ان احنا متحملين على بعض المعلقين هل المعلق من مبادئ التعليق لازم يكون مارس كرة القدم على مستوى زي مثلا انت هنبول ودخلت لقيت التعليق بالنسبة لك كان صعب ولا سهل او ما بتوصل جاء بتوصف جانب فني انت مارسته وحاسس بيه ده الكابتن فهم وامر اللي قالي الكلام ده انا انا مع الجنب ده مع الجنب ان انت تكون مارست طبعا لان حضرتك بتتكلم بنبض العيب بالزبط كده وبيكون عارف هو المجر يجيل منين هو بصاها ازاي هو رفاها ازاي هو حاسس بالمركز نعم لكن ان انت تكون ممارستش وتعلق بص الموضوع بيكون مختلف دايما اللي مارس حتى حتى في الادارات الفنية والادارات الادارة نفسها نعم اللي مارس يغير يتعلم طبعا اللي مارس عنده خبرات مختلفة تماما حاجات بتشوف حاجات جوال ملعب في قط اللبس في اللعيبة في اسلوب الكلام حاجات مارستها في حياتك وانت لاعب وانت الزبط بتطبقها بالزبط بتحس بنبضه بتقدر تنقل المشاهد او المستمع بتنقل الكلام ده اللي انت بتحس بيه جوال ملعب بتنقلهله فبيكون مع حاجات جوال ملعب هي دي نقطة مهمة جدا وانت بتلعب هل جمهور كرة اليد طب ازاي كرة القادر طب ازاي كرة القادر هل جمهور